ليل الأحبة بدره نور بدى والطير من فرق المحبة قد شدى والثور بل له التمثل والندى طوب المساء إذا اجتمعنا على الهدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كان يقال في أرض مكة لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر كانوا يقولون كان المسلمون الأوائل في أول البعثة النبوية كانوا يقولون لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر استبعادا منهم واستئاسا منهم أن يؤمن عمر ذو الخطاب رضي الله تعالى عنه وما ذاك إلا لأنهم يعلمون أن عمر أبعد ما يكون عن أمر الإسلام يومئذ بل هو كان كثير العداء للمسلمين حتى ذكر أهل السير أنه كان يعذب أمة له على الإسلام وكان يتوعد المسلمين كثيرا بالأذى فاستبعد الناس إسلام عمر مرت الأيام ومرت السنين وأسلم عمر قال الله تبارك وتعالى في شأنه وشأن من مثله قال تعالى أَوَى مَنْ كَانَ مَيْتًا الميت لا يمكن أن يحيى لكن الله تعالى يحيي الموتى أَوَى مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ الله عز وجل هو الذي يحيي الموتى بعد أن ماته أسلم عمر وأصبح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثاني هذه الأمة بعد نبيها وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه حديثنا هذه الليلة بعنوان مع الله لا يأس مع الله لا يأس لا قنوط من رحمة الله عز وجل الله تبارك وتعالى قدّر وقضى أن يبتري الإنسان في هذه الدنيا الله تبارك وتعالى يقول هذا أمر حتمي بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات الله تبارك وتعالى يقول ولنبلو أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة هذا أمر منتهي أنت لابد أن تبتلى في هذه الدنيا هذا البلاء قد يطول بالعبد قد يطول البلاء بالعبد فتجزع نفسه تجزع نفسه وتيأس من فرق الله عز وجل وتيأس من تغيير الحال هذا البلاء قد يكون في مال قد يكون في صحة قد يكون بفقد ولد أو بعدم رزق العبد ما كان يحب أن يرزق فيطول عليه البلاء فحينئذ يأتيه الشيطان ويقنطه من فرج الله ومن رحمته واليأس في الأصل صفة إنسانية في هذا الإنسان الله عز وجل يقول في القرآن الكريم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه حالة النعمة لما ربنا يديله يعني أعرض ونأى بجانبه وإذا مسته الشر كان يؤوسا كان يؤوسا من فرج الله عز وجل وفي الآية الأخرى قال تعالى ليسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوط هذا حال الإنسان لكن هذا الإنسان يظل كذلك يائسا قنوطا من رحمة الله ومن فرج الله ومن غوث الله إلا إن كان عبدا مؤمنا فإذا دخل الإيمان في قلب العمل فآمن بالله تبارك وتعالى لم ييأس من روح الله ولا من فرجه لذلك الله عز وجل سمى اليائس من روحه ومن فرجه ومن غوثه سماه ضالا بل سماه كافرا قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون الضالون عن إيه؟ أي الضالون عن الله الذين لم يعرفوا الله حق معرفته فلما جهلوا الله يأسوا من فرجه ويأسوا من رحمته ويأسوا من غوثه تبارك وتعالى بل الله تبارك وتعالى حكى عن يعقوب عليه السلام بعد أن فقد ولديه الأول يوسف أربعين سنة لا يرى ثم تبعه بن يمين ماذا قال يعقوب لبنيه؟ قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه بعد أربعين سنة بعد فقد أربعين سنة قال فتحسسوا من يوسف وأخيه بس عندك أمل ولا تيأسوا من روح الله لا تيأسوا من فرج الله لا تيأسوا من رحمة الله وفضله وغياسه قال ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون الكافر الذي لم يعرف ربه لم يعرف ربه حق معرفته هذا الذي حق له أن ييأس أما نحن كعبيد نعرف الله نؤمن به ونعرفه على الحقيقة نؤمن أن الله تبارك وتعالى فرجه قريب لذا مع الله لا يأس أخطر كريمة تقتل الإنسان قتلا كريمة لم يعد هناك أمل لما تسمع للأسف الفترة القريبة الماضية أكثر من حالة امتحار والله أنا أشفق جدا على هؤلاء كيف وصل بهم الحال إلى اليأس حتى قتل نفسه يقول لك فلان أو فلانة رمى بنفسه أمام المترو أمام القطار شنق نفسه عفانا الله وإياكم من هذا البلد لا يصل الإنسان إلى هذه الحالة من التردي السحيق إلا بعد أن مات في الدنيا قبل أن يموت هذا مات قبل أن يموت هو في الأرض ميت ماتت روحه وإن كان جسده حيا والذي أصابه في مقتل كرمت لم يعد هناك فرج لم يعد هناك مخرج ما فيش فايدة ما فيش أمل الإنسان عندما يفقد الأمل في تغيير حاله البائس الذي هو فيه يموت هو على ظهر الدنيا لذلك يستعجل الموت نحن كأهل الإيمان لا نصاب بذلك مهما طال بلاؤه ومهما صعب الاختبار الذي أنت فيه فالعبد الذي يعرف الله عز وجل حق معرفته والله وات الله وبالله لا يأس من فرج الله ولا من روحه ولا من رحمته ولا من غياسه لماذا مع الله لا يأس لماذا مع الله لا يأس أنا أسألك بالله أن تستمع إلى هذه الآيات القرآن يا جماعة القرآن حياة القلوب الروح قال الله تعالى اسمع الله يحكي عن نفسه قال تعالى الله الذي اسمع يرسل الرياح تأمل تأمل الله الذي يرسل الرياح فتسير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله المطر فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين في غاية اليأس فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموت وهو على كل شيء قدير الله تعالى يقرب الصورة يقول شوف الناس لما يحصل جذب يحصل قحط يحصل سنة سنة فلم تعد السماء تبطر والزرع لا يوجد زرع والناس خلاص قانطوا يأسوا كادوا أن يموتوا عطشاً وهلكة الله تعالى ماذا يفعل؟ الرحمن الرحيم صاحب الغوث سبحانه وتعالى يرسل الرياح تسير السحاب يبسطه يتراكم السحاب ثم ينزل المطر من خلاله فيصيب به من يشاء من عباده سماه الله تعالى غيثاً وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله إلى مبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد بعد إيه؟ موتها أو من كان ميتاً فأحييناه هذا الذي كان ميتاً لا يمكنك أن تظن أن يخرج منه شيء فيه حياة الله تعالى يخرج منه الحياة الله تعالى يقول في الآية الأخرى اسمع الآية الجميلة دي آية جميلة جداً رائعة قال وهو الذي يا سلام وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا يأسوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد الذي يعرف الله عز وجل يعرف أن الذي ينزل الغيث من بعد قنوط العباد قادر على أن ينزل الفرج بعد يأسك وبعد قنوطك فإياك أن تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل إياك أن تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل لماذا مع الله لا يأس؟ واحد لماذا لا أيأس وأنا مع الله لماذا لا أيأس من شفائي؟ يعني كثير من الناس عافى الله كل مريض مسلم اللهم أنزل شفائك على مرض المسلمين يا رب هذا الذي أصب مرض فقال له الأطباء لا لا علاج لك تقدمك أشهر وتموت إياك أن تيأس من روح الله عز وجل إياك أن تيأس من شفاء الله لك كن دائما حسن الظن بمولاك الله تبارك وتعالى هو الذي يدبر أمور جميع الخلائق اعلم يقينا أن كل أمر لكل مخلوق على ظهر الدنيا يدبر بيد الملك لا بيد أهل الأرض الله تعالى يقول عن نفسه ومن يدبر الأمر فسيقولون الله الأمر ده كلمة عامة تستغرق كل شيء كل شيء بيد الله والله كل شيء بيد الله العز الإزلال العطاء المنع الغنى الإفقار الضر النفع الشفاء الإمراض السقم كل هذا الهداية الإضلال بيد الله عز وجل لا بيد أحد سيدنا عمرو الخطاب لما قال له أنت جايز زي تفتح تاخد مفاتيح بيت المقدس وركب على البغلة بتاعتك هكذا حالك قال نحو عن نقتي نحو عن بغلتي إن الأمر منها هنا وليس منها هنا الذي يدير ويدبر جميع أمور الخلائق الله عز وجل الله تعالى هو الذي بيده الأمر كله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الله تعالى يقول والله غالب على أمره إذا أمر الله بشيء كان وإذا لم يشأ لم يكن لذلك لذلك الأمر الأول الأمر الأول اعلم أن إرادة الخلائق لن تفعل لك شيئا لا بخير ولا بشر الحقيقة أن ما أراده الله وشاءه كان وما لم يشأ لم يكن عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو بيعلم عبد الله بن عباس بيقول له بقول له واعلم واعلم علم هذا لولدك واعلم أن الأمة الأمة الإنس والجن لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا أي الأمة الإنس والجن على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام جفت الصحف قل ليصيبنا إلا ما كتب الله لنا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها دي عقيدة دي عقيدة دا اللي قوي قلبك خليك زي الحديد ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها إذا شاء الله برحمته أن ينجيك نجاك إذا شاء الله برحمته أن يشفيك شفاك إذا شاء الله برحمته أن يعطيك الولد أعطاك إذا شاء الله برحمته أن يعطيك زوجاً أعطاك إذا شاء الله برحمته أن يهدي ولدك سيهديه كلمة مفيش فايدة في ابني مفيش فايدة في نفسي واحد يقول لي أنا يقست من نفسي خلاص تقول له أنت ليه ما بتبطلش المخدرات بيأخذ برشام ربنا يتوب على جميع عيالنا وأولاد المسلمين يقول لك أنا بص أنا يقست من نفسي قطأ لماذا يقست من نفسك هو إصلاح النفس ده بيدك بيد الله عز وجل لا يأس مع الله تبارك وتعالى يغير الحال تبارك وتعالى لا تيأس لا من هداية نفسك ولا من هداية ولدك ولا من هداية زوجك ولا من هداية الخلق أجمعين لا تيأس من شفاء ولدك ولا من شفائك ولا من أي شيء طالما أن هذا في يد الله وقدرته وكل شيء في قدرته وكل شيء بيده فلا يأس مع الله عز وجل أمر الثاني الذي يجعلك لا تيأس وأنت مع الله أن نهايات الأمور القصة الكاملة لك ونهاية قصتك لم يطلع عليها أحد ولا يعلمها على الحقيقة إلا الله الله عز وجل هو الذي يعلم إلى ماذا تصير الأمور قال تعالى قال ألا إلى الله تصير الأمور الناس استبعدوا أن عمر يسلم لكن في علم الله في غيبه أن عمر سيكون الفاروق وسيموت شهيدا علم الله ذلك أيوب عليه السلام في نظر الناس هذا إنسان مريض بائس أن له أن يشفى لكن في علم الله سيبدله الله جسدا أحسن من جسده وسيشفيه الله تبارك وتعالى بعد سمانية عشر عاما من المرض والقعود على فراش المرض الله عز وجل قادر على ذلك لذلك الله تعالى هو الذي يعلم هل سيزول مرضك؟ هل سيزول بلاءك؟ أم ستزول أنت عنه؟ فلما كان الأمر كذلك لا أقنط لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل لم يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول لذلك كل هذه الأقوال إنه ما فيش فايدة من صلاح الناس ما فيش فايدة من الشعوب العربية هذا كلام باطل هذا كله ظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا نحن لا نتكلم بالظلون إنما نتكلم باليقينيات ولما لم يكن في الأمر شيء يقيني نمسك لا نتكلم لا نتكلم بالظلون فنهايات الأمور لله عز وجل شيء الثالث الذي يجعلك لا تيأس وأنت مع الله تبارك وتعالى أن الذي بيده الأمور تبارك وتعالى أمرك وأمر زوجك وولدك والناس والخلق الذي بيده كل ذلك رب له الأسماء الحسنى والصفات العلى حسنى يعني إيه؟ يعني بلغت في الحسن مبلغا عظيما أنت عارف؟ يمكنك أن تيأس متى؟ يعني إمتى الإنسان فعلا يصيبه اليأس؟ والإحباط؟ والقنوط؟ إذا علم أن أمره أمره بيد من لا يعلم حاله يعني مثلا لو فرضنا أن فيه إنسان عارف أن حاله ده الذي يريد أن يتغير من السوء إلى الحسن بيد بيد أحد ما لا يعرف حاله خلاص يتغير إزاي؟ أذا كان اللي بيده أنه يغير حالي لا يعرف لا يعرفني ولا يعرف حالي جاهل بي إذن أنا آيأس أو ربما ربما لا يعلم حالي إلا إذا سمع لازم أنادي عليه طيب ربما لا يكون سميعا طيب ربما يكون عليما بحالي سميعا به لكنه عاجز عن تغيير حالي برضو آيأس لو أنا عرفت أن فلان ده شايف حالي فعلا عارف أن لنا فيه سبق من مرض من فقر من دين من بلاء معين من مرض من ضلال من معصية أنا ملازم ليها أي أن كان البلاء اللي أنا عايش فيه هو يعلم حالي ماشي نعم لكن لا يقدر على تغييره برضو آيأس لما هو عاجز هيعمل لي إيه يعني؟ لا يملك ليه شيئا يا فرحيت أنه عرف بحالي يعني لكن عاجز مثله مثله مثل طيب قد يكون عالما بحالي يسمع دعائي قادر على تغيير حالي لكنه بخير لا يعطيك لا يعطيك شيئا يبخل عنك أيضا أيأس لكن الله عز وجل إذا عرفت أن الله الذي بيده أمرك وبيده أن يغير حالك عليم لا يخفى عليه أمرك ولا أمر مخلوق من مخلوقاته قال عن نفسه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين لما تعرف أن الله تعالى لا يغيب عنه مثقال ذرة لو أنك في قاع المحيط محبوس فيه الله تعالى يعلم حالك إذا كان يعلم سقوط أوراق الأشجار على ظهر هذا الكون ألا يعلم سقوط دموعك على خديك لا والله يعلم يعلم حالك ويعلم ما في خلجات قلبك ويعلم أنات صدرك ولا يغيب عنه ذلك عليم سميع ستين عائشة بتقول سبحان من وسع سمعوه الأصوات أنا والله كلما أنظر إلى الناس في يوم عرفة اخشعروا جلدي على الأقل اثنين مليون بني آدم على صعيد عرفات بلغات مختلفة بحوائج مختلفة في ساعة واحدة كل واحد منهم له مطلب له حاجة يقول يا رب عاوز كذا كل هؤلاء وغيرهم يسمعهم جميعا والله أنا أوقن بذلك يسمعهم جميعا في نفس اللحظة في نفس الثانية لا يدخل صوت على صوت لا يشغب صوت على صوت لا يشغله حاجة هذا عن حاجة ذاك بل لا أقول أهل عرفة فقط بل كل الخلائق على ظهر الدنيا من إنس وجن وطير ووحش يذكر أن سليمان عليه السلام خرج مع الناس يسقون يستسقون الله عزيزي يا رب اسقيا يا رب اسقنا خرج أخذ معه الإنس والجن فمر على نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها الأربع تقول اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن رحمتك وفضلك فاللهم اسقنا قال سليمان للناس ارجعوا فإن الله سيسقيكم بدعاء هذه النملة ونزل المطر يعلم ذلك لا يغيب عليه عنه ولا يدخل عليه في سمعه سبحانه وتعالى أن يسمع هذه النملة وهذا الحيوان وهذا الإنسي وهذا الجني سبحانه من وسع صوته الأصوات جاءت المرأة تشتكي زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشتكت إلى الله فأنزل الله تعالى قرآنا يتل قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما يسمع يسمع وسجل ذلك سبحانه وتعالى الله تعالى إذن الله تعالى عليم سميع بصير ثم هو عنده خزائن السماوات والأرض رب غنغ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ولله خزائن السماوات والأرض هذه الخزائن خزائن الصحة خزائن الأولاد خزائن الأزواج خزائن العلم خزائن الفهم خزائن الهدى خزائن النصر أي شيء يخطر على بالك له خزائن عند رب العالمين مفاتيحها ليست في أيدي الخلق قال تبارك وتعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورة لكن الله تعالى جعل خزائنه بيده لذلك يده سحاء الليل والنهار لا تنقصها النفق سبحانه وجل في حلاء إذن رب عليم سميع بصير غني قادر على أن يعطيك لا يعجزه شيء سيدنا زكريا عليه السلام لما قاله يا ربنا عايزه ولد زكريا عليه السلام عدى تسعين سنة وامراته عاقر أصلا لا تنجب يعني لو قلنا نهاردة هيئة طبية رح لهم واحد هذه الصورة هو هو وزوجته قالوا أنا عندي تسعين سنة والست مراتي دي عاقر لا تنجب عندك كثرة يقول له لا لا أمل أصلا ماذا تقول أصلا لو أنك شباب في رعان شبابك هذه مراته عاقر لا تلد فأن لك الولد طاقت نفسه زكريا إلى الولد لله كان عايزه لله مش لنفسه وإني خفت الموالي من ورائي خف على دين ربنا سبحانه وتعالى طب يعمل السنة زكريا وكانت امرأتي عاقرة فهب لي هب لي ربنا وهاب وهاب يهب فهب لي من لدنك ولي ربنا قال له إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا فسنة زكريا بيسأل بيستفسر أن إزاي يا رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبريعتية الأمر دا عقلا كده ما ما يجيش يعني قال كذلك قال ربك قال إيه ربك يعني ربنا لم يقول يعطى فلان ولد حد ينزع ربنا يعطى فلان زوجه يعطى فلان زوج يهدى فلان يعلم فلان يفهم فلان أيان كان بقى يملك فلان هذا أمر ربنا سبحانه وتعالى قال كذلك قال ربك ها هو علي هين 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 يا رب آه هين إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون خلص الموروح انتهى حين لا يعجزه إن ذلك على الله ها يسير ولا حاجة أصلا ولا حاجة واحد مريض يعجز الله عز وجل أنه يبدل قسم أحسن من قسمه سيدنا ييوب عليه السلام عمل ايه قال رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له الله تعالى بدل جسده جسدا آخر شفاه وعافاه سبحانه وتعالى إذن إذا عرفت أن الله تبارك وتعالى كذلك لا يمكنك أن تيأس الله تعالى عليم سميع بصير غني قدير كريم كريم بش بس غني لا وغني وكريم لا 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 ليس كريما فقط ليس كريما فقط بل هو الأكرم اقرأ أقرأ وربك الأكرم ربما ترى بعض البشر كريما لكن الله تعالى أكرم الكرماء أكرم الأكرمين يعطي عبده فوق ما سأل بل ويعلم وعبده أن يسأله ما لم يعرف كيف يسأله كريم أكرم الكرماء تبارك وتعالى إذا عرفت ذلك توقن أنه مع الله لا يأس مع الله تبارك وتعالى لا يأس الله عز وجل يقول في سورة الشرح قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بعدها قال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا معه معه الله تعالى عندما يأتي بعسر في أمر ما يبتلي بأمر ما يجعل اليسر قرين العسر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين حديث والله هذا الحديث من أحب الأحديث إلى قل وأنا أتمنى إخواننا اللي أعادين يسمعوني الآن وأخواتنا يكتبوه في وراءه ويعلقوه في البيت ويحفظونه لأولادهم حديث في غاية الرقة والجمال حديث صحيح يقول صلى الله عليه وآله وسلم اسم على الحديث له قال يقول صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيظل يضحك فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب أحد الصحابة اسمه أبو رزين كنيته قال يا رسول الله أيضحك ربنا قال نعم فقال أبو رزين لن نعدم من رب يضحك خيرا الله الله على الجمال يقول ضحك ربنا الله تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء تعالى الله عما مسله به الناس وكيفه به الناس الله تعالى ليس كمثله شيء تعالى الله عما وصفه الواصفون تعالى وحاشه تبارك وتعالى أن يشبه المخلوقين فالرب رب والفرق بين صفة الرب وصفة المخلوق قال الفرق بين الذات والذات ضحك ربنا يقول من قنوط عباده يأس الناس يأس العبد المريض يأس العبد الضال من نفسه ومن هداية نفسه وهداية ولده وهداية الخلق ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياثه غيث الفرج الرحمة قال ينظروا إليكم شيفكم عرفكم يرى ذلك أزلين مشفقين يعني نفسكم في الفرج يعني تنتظرون فرجه ورحمته أزلين مشفقين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب طيب ليه ما كانش الفرج مبارح لا ربنا مش على كيفك ولا على كيف الناس لأن ربنا لما يفعل في الخلق يفعل بحكمة وعلم أنا وأنت نفعل عن جهل وهوى الله تعالى يأتي بفرجه حيث شاء وقت ما شاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله تعالى هكذا إذن ارض به وبأفعاله تبارك وتعالى فقال الصحابي الجليل أَوَيَضْحَكُ رَبُّنَا قال نعم قال فلن نعدم من رب يضحك خيرا لذلك العبد المؤمن بربنا سبحانه وتعالى وعارف ربنا صح هيقول زي مسجدنا زكريا قال مسجدنا زكريا قال إيه كلمة جميلة أوي حكاها الله تعالى في القرآن في صدر صورة مريم قال وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّ يعني أنا لا يمكن أن أشقى وأنا أدعوك وأسألك في رب في الدنيا في رب يمكن في رب إذا لم تسأله يغضب عليك سبحان الله من لم يسأل الله يغضب عليه ربنا تعالى أرادك أن تسأله ينزل كل ليلة يا الله ينزل كل ليلة الله تعالى نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا ينادي على خلقه يقول هل من سائل فأعطيه هل من مسترزق فأرزقه هل من مستشف فأشفيه هل من فقير فأغنيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له يا الله يفتح لك أبواب رحمتي حد أوز حاجة هل تريد شيئا كيف القنوط مع رب هذا حاله كيف اليأس مع رب هذا حاله رب سميع عليم قدير غني كريم تبارك وتعالى الله عز وجل يقول عن نفسه اسمع إن الله فالق الحب والنوى تعرف ربك إن الله فالق الحب والنوى اسمع يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح لما تسمع أن ربنا عز وجل فالق الحب والنوى فالق الإصباح مخرج الحي من الميت يعني إيه يعني ربنا عز وجل فلق الليل هذا الليل البهيم الأسود الذي يأتيك بالكآبة والسآمة الليل موحش الله تعالى علمك هذه الآية يفلق الليل فلقا ويخرج منه نور الصباح ليعلمك أنهم مهما طال ليلك فإن الله تعالى سيخرج منه نور الصباح فالق الحب والنوى هذه النوى من الذي فلقها الله عز وجل فلق البحر لموسى ونجه برحمته تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت تبارك وتعالى كيف القلوط مع رب هذا حاله الله عز وجل تبارك وتعالى هو الذي يأتي بالفرج لعباده هو الهادي لا يعظم عليه شيء والله العظيم العبد عندما يتفكر أن الله عز وجل يهدي من يشاء في ليلة بل في لحظة لا يمكن أن يأس من نفسه أنا عارف أن أنت زعلان أن أنت ضعيف قدام الشهوة الفلانية أو قدام الشبهة الفلانية وربما ينتابك بعض اليأس تقول خلاص أنا شاكل كده هدنية العمري في الزنب ده لا 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 لما ترى حبيبك أي أن كان بقى ولدك أبوك ابنتك جارك صاحبك مقيم على معصية معينة إياك إياك أن تيأس من هدايته لأن الله عز وجل هو الذي بيده القلوب الله عز وجل قلوب الخلق في يده بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيفما شاء فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه لذلك لما تنظر إلى صحرة فرعون صحرة دول فرعون بعت جابهم من كل حتة في مصر جاءوا يريدون الدنيا إياك أن تستبعد هداية أحد صحرة دول كانوا في يوم الأيام الصادون عن سبيل الله جند فرعون الذين جاء بهم ليطمسوا نور الحق الإنسان قد يكون عدوا لله صادا عن سبيله ثم يحوله الله إلى وليه إلى أن يكون وليه نعم والله السحرة دول جاءوا ليصدوا الناس عن سبيل الله جاءوا يطلبون الدنيا أئن لنا لأجرم؟ قال نعم وإنكم إذن من المقربين مش بس فلوس فلوس سلطان ورخفوا وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون لكن شاء الله تعالى برحمته ولطفه أن يحرك هذه القلوب إليه أن يزيل عنها الران أن يفتح أقفال قلبها قلوبهم فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالم رب موسى وهو ثم سبتهم على الهدى كما قلت لكم عمر أبو الخطاب ظل خمس سنين صادا عن سبيل الله ثم حرك الله قلبه إليه فأحيى الله قلبه بعد موته فكان عمر ليس عمر فقط الصحابة جميعا لم يكونوا مسلمين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فآمنوا وأسلموا وكانوا سادة الأولياء انت بقى يعني بعيد أنت عن الله أن يهديك ويصلح قلبك ويصلح قلب ولدك قلب أبيك قلب ابنتك قلب زوجتك الله تعالى يقول وأصلحنا له زوجة سيدنا زكريا كان يشكو من شيء في خلق زوجته الله تعالى أصلح له زوجته يصلح لك زوجتك يصلح لك زوجك الله عز وجل قادر على ذلك سبحانه وتعالى لذلك العبد لا يمكنه أن يهيئس من رحمة الله والله العظيم حديث الشهير المشهور لما كان فيه تنين في بني إسرائيل أخوين واحد مسرف على نفسه في المعاصي والتاني طائع الطائع كله شوية أقول للعاصي طب لربنا ارجع لربنا بطل معصي وفي يوم من الأيام كتر الكلام مع هذا العاصي فقال له العاصي خلني وربي ما لك أبعثك الله علي رقيما خلني وربي فقال هذا الطائع والله لا يغفر الله لك أكبر مصيبة أن تنصب نفسك ربا مع الله كأنك تتحكم في جنة الله في مغفرة الله من الذي خولك ذلك من الذي قال لك فلان لا يمكن أن يهتدي لا 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 تستبعد فربنا عز وجل أول من رجل تقالك كلمة دي والله لا يغفر الله لك قبض أرواحهم الطائع والعاصي فقال لي الطائع إيه؟ قال ما حملك على ما قلت أكنت على ما في يدي قادر أم كنت به عليما هو أنت عرف أنها يختم له بإيه؟ هو أنت أعطيتك الجنة ولا المغفرة حتى توزعها كفما شئت أحبطت عملك وأدخله النار أما الآخر فغفر الله له وأدخله الجنة لذلك نحن كمسلمين لا نيأس من روح الله ولا من فرج الله أنا الكلمة الخطيرة التي حطمت كثير من إخواننا يقول لك ومتى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه خطأ خطأ هذا كلام العجزة نحن لا نيأس من الناس أبدا قال صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو هو أهلكهم لا يزال الناس بخير أعمل يعني فقط عليك أن تذهب بالحق إلى الناس بحق الله تعالى يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه غلام أصحاب الأخدود الملك ووزراؤه ودولته أرادوه ساحرا وأراده الله وليا ينقذ هؤلاء الناس من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإيمان فما الذي كان غالب الله على أمره أم غالب الملك على أمره لا والله غالب الله على أمره أخواننا أمتنا هذه لا يمكن أن تضيع الإسلام لا يمكن أن تسقط رايته بل يسخر الله لها من يحملها النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في مكة وحيدا ليس معه أحد ليس معه أحد فآمن به كل هؤلاء وقف بعد سلاس وعشرين سنة ومعه في عرفات أكثر من مئة ألف نفس حورب وأوزي والطهد ووضعوا على رأسه سل الجزور وأذموا وجهه وآذوا أصحابه وقتلوا سمية كان يعلم ذلك وفي رمضاء مكة يقول لهم والله ليتمن الله هذا الأمر وليبلغن ما بلغ الليل والنهار ولكنكم قوم تعجلون أو تستعجلون ما يئس قط صلى الله عليه وسلم من هداية الناس شوف أبو طالب أعد يقول له كم مرة أسلم قل لا إله إلا الله وابو طالب ينصره وهو على دين الكفر حتى عند الموت لم ييأس يذهب صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب وهو على فراش الموت يقول يا عم يا عم قل كلمة أشفع لك بها عند الله حتى قبل الوفاة كان نعصم عنده غلام يهودي يخدمه هذا الغلام حضرته الوفاة فورا فورا يذهب إلى الغلام معه أنس يدخل على الغلام اليهودي وابوه عند رأسه يقول له يا غلام قل لا إله إلا الله ينظر الغلام إلى أبيه فيقول الأب لابنه أطع أبا القاسم فيقول الغلام لا إله إلا الله محمد رسول الله فيبتهج ويسر ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار لم ييأس صلى الله عليه وسلم أمتنا يا أخوانا أمة مجيدة مرت بنكبات عظيمة جدا لكن لم تقع فلا يأس مع الله تبارك وتعالى بل علينا أن نبزل ما في أيدينا ولا نيأس من روح الله ولا من رحمته ولا من فرجه فإن الله تبارك وتعالى غني كريم لا يغلق رحمته عن عبده أختم حديثي بقوله صلى الله وسلم حكاية عن لا تبارك وتعالى قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء فاللهم إنا نشهدك أن لا نظن بك إلا كل جميل وإلا كل خير فأنت بكل جميل كفيل وأنت على كل شيء قدير أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليل الأحبة أدره نور بدا ليل الأحبة أدره نور بدا والطير من فرق المحبة قد شدى قد شدى والزور بل له التمثل والندى والندى طعب المساء إذا اجتمعنا على الهدى إذا اجتمعنا على الهدى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر